الرئيس الجزائري يطير نحو أمريكا غادر الرئيس الجزائري عبد المجيد اليوم السبت في اتجاه مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ويأتي ذلك للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية الجزائرية الجزائر والولايات المتحدة لديهما تاريخ طويل من العلاقات الإيجابية فأقدم مستوطنة دائمة أنشاءها الأوروبيون في الولايات المتحدة سميت باسم شخصية في التاريخ الجزائري القديس أوغستين سميت المدينة سانتا مونيكا وهي أم القديس أوغستين كذلك مدينة القادر في ولاية إيوا التي سميت باسم الأمير عبد القادر هي من بين المدن في الولايات المتحدة التي سميت بالعربية وهو ما يبين عمق العلاقات الإيجابية بين الجزائر والولايات المتحدة حسب المصادر التي أوردت الخبر